قراءة علمية صنع الغذاء في النباتات وتخزينه تستخدم النباتات الخضراء الطاقة التي تحصل عليها من أشعة الشمس لتصنع غذاءها في الأوراق والغذاء الذي تصنعه الأوراق هو نوع من السكر وأوراق النباتات تصنع الغذاء الذي يحتاج إليه النبات في نموه تخزن العديد من النباتات الغذاء الزاد عن حاجتها في جذورها وسيقانها وأوراقها وأزهارها وثمارها وبذورها لكي تستخدمها في الأوقات التي لا يستطيع النبات فيها صنع غذائه فمثلا يخزن نبات الجزر ونبات الفجل الغذاء الزاد عن حاجته في الجذور ويخزن نبات قصب السكر الغذاء الزاد عن حاجته في الساق وتغزن شجرة التفاح الغذاء الزاد عن حاجتها في الثمار